أجدد الترحيب بكم مشاهدنا الأفاضل ونحن على هو مباشرة في تغطيتنا الخاصة والمباشرة والمفتوحة على الرئاسيات المقبلة التي ستعرفها الجزائر في أفريل المقبل مشاهدنا الأفاضل سؤالنا اليوم هو أي دور لأحمد أو يحيى وعبد عزب الخادم قبل أفريل وبعده وهذا هو تقريب السؤال الذي أوجهه لك من جديد سيد محمد العربي زيتوت بالنسبة لي ويحيى خاصة هل فعلا هو يطمح لشغل هذا المنصب منصب يسيل له اللعاب في الساعة السياسية منصب نائب رئيس الجمهورية وأنت تعرف رئيس الجمهورية حالته الآن لا يمكن أن تقوى على تكملة المسير هو أصلا منذ 2005 وهو تقريبا تتضحر الصحته ولكن نعرف أنه منذ سنة منذ الصدمة الدماغية منتهي تماما لا يكاد حسب المعلومات لعننا لا يكاد يفتغل إلى ساعة أو ساعتين في الغالب يأخذ الأدوية السعيد هو اليدير في رئاس الجمهورية بطريقة تخالف كل القوانين يسمونه قوانين الجمهورية والدستور وإلى آخرها لكن بالنسبة للشخصين هذون بالنسبة للخادم بالخادم تقريبا يأتون به لإعادة إذا شئنا ترتيب بيت الأفلين نعرف أن الأفلين منقسم الآن إلى مجموعات متشاكسة ومتصارعة وصلت بها الأمور إلى حد ضرب بعضهم البعض وبالاشتباك بالأياد والشتائر حركة تقويمية لجنة مركزية منقسم إلى جماعة مع ابن فليس إلى سبعين طائفة إلى سبعين طائفة لأن الحزب هذا حزب مسكين جبهة التحرير عندما يسمي كلمة جبهة التحرير صراحة أشعر بالألم جبهة التحرير هذا هو بن مهيدي هذا هو بن بولعيد هذا هو بيطات هذا هو كل كبار اللي قاموا بالثورة من كريم بالقاسم إلى بوضياف هذه جبهة التحرير تصبح أنها اشتباكات بالأيدي وصراع على أدفه الأشياء بين هؤلاء المرتزقة يعني لا أقل لكنها يأتون به خاصة الآن بوطفلق اللي ربما يعود يطمعه بأنه يعطي له الأفلين مرة أخرى نعرف كيف اجتمت الأمور ويحدث أيضا لأنه سيرسله في مهام خارجية كالعادة فاكتور يعني إلى الخارج باش يقوم بالدور باش يدير دبلوماسية موازية لأنه نحط وزير خارجية لكن نحط له واحد مقابل يعني وزير خارجية هذا أيضا اللي موجود الآن ليس من جنحه هذا من جنح ديرس مش ديرس جنح توفيق رمطال ما أمره هذا من جنح توفيق لأن ديرس الآن أيضا أريد أن نوضح هذه النقطة منقسمة ما بين القادة الجدد لها عبد المالك بن داود محمد بوزيت ولخضر طيرش هذو الثلاثة الذين الآن يدينون بالولاء الكامل لجنح بوتفليقة ولقايد صالح وهم اللي الآن مسيطرين على المدريات الأساسية فيها وما بين اللي كانوا موالين لبوتفليقة كقيادات أو لمازالوا في الصفوف لعقداء رواد بعض الجنيرالة لكن تم طرد 27 ما بين عقيد وجنيرال من ديرس طيب يعني مش بلاش الايتيان بهذين الشخصين في هذا الوقت بالضبط لا لا هو في طار بالنسبة بالخادم في طار ترتيب بيت الأفلم بالنسبة لأويحيا في طار ترتيب بيت النظام بيت النظام لأن أويحيا هو الوجه المدني الأبرز والأشهر لجناح لمثل توفيق لأنك ما قلت لك مش ديرس ديرس شيء آخر طيب أنه رفض منصب سفير لكن لست متأكد من المعلومة يرفضه يرفضه منصب سفير برغم أن التكوين هو دبلوماسي بالمناسبة ومتخرجنا إياه من نفس المدرسة ومن نفس الدفعة هو من نفس التكوين يعني دفعة القسم الدبلوماسية هو أخرج 76 فيما أذكر وأنا أخرج 86 وقد كنت أنا لما كنت في الخارجية في 90 كنت رئيس مكتب في القسم العربي وكان نائب مدير في القسم الأفريقي وبالمناسبة من أين يأتي ويحيى مهم جدا أن تفهم الناس هذا في نوفمبر 90 كان هناك إعادة وباختصار شديد أقول لك هذا الكلام كان هناك إعادة هيكلة لوزارة الخارجية وكان أنا ذاك أحمد سيد أحمد غزالي عين وزير الخارجية وكان يعيد هيكلة الخارجية فوصلت ورقة من جنرالات المخابرات من توفيق شخصيا فيها مجموعة أسماء أن تعطى لهم مناصب عليا على رأس هذه القائمة كان أحمد أويحي أحمد أويحي ينتقل في صباح كان نائب مدير بعد الظهر أصبح مدير عام لنفس الإدارة هذا لم يحدث في تاريخ الإدارة الجزائرية ولا أعتقد أن أحدث في تاريخ الإدارات المعروفة بمعنى أنه كان قبل 12 كان المسؤول انتهى هو مدير إفريقيا بعد الوحدة أصبح هو المسؤول على مسؤوله لهو المدير إفريقيا أصبح هو المدير العام لإفريقيا باسم إفريقيا في زرشون الخارجية واللي كان مسؤوله قبل ساعات أصبح تحته هذه لا تحدث إطلاقا يعني بمعنى أنه مر في شكل اللي لازم كان ينتظر على الأقل 15 سنة باش يمر إلى ذلك المنصب لكن مر بين عشية وضحى ولماذا؟ لأن أحمد أويحي في الحقيقة ثبت منذ الثمانينات منذ بداية الثمانينات عندما حدثت أحداث القبائل ثبت ولاءه للمخابرات كان يكتب التقارير بالجماعة الأمازيق الربيع البربري في 1880 وهو مطلع لأنه هو بنتيزي وزو ويتحدث القبائلية حتى يقولون أنه خدع كثيرين منهم بحيث أنه كان يعطيهم معلومات ويقدم معلومات عنهم للمخابرة ولكن بالحور على العروش أيضا فيما بعد واتضح هذا فيما بعد أنه كيفاش عبث بالعروش وتعرف أنه كيفاش قدم بالبعض منهم على أساس أنه يعطاهم أموال وكذا وكسر بهم حركة العروش اللي كانت في كثير من المطالب انتها هي مطالب معقولة ومشروعة تماما لكن في الأربعة وتسعين كان عين طبعا مدير عامل إفريقيا ثم ذهب سفير لمالي سفارة ماليا لا يعطونها لأي إن كان وإنما لابد من الموافقة الأولية لأن المخابرات لأن مالي تعتبر مكان أمني وبالتالي كل سفرات الحدود لابد من موافقة خاصة ثم في أربعة وتسعين جابوه ووضعوه رئيس ديوان لزروال في فبراير واحد فبراير 1994 كما نعرف عين زروال رئيسا للدولة آنذاك بعد التهريج اللي عملوه في تلك واحد المؤتمر عملوها وجمعوا فيه بعض الناس بما فيهم إخواننا حمص وكانوا حاضرين فيه وجاءوا بزروال رئيسا للدولة فوضعوه ويحيا رئيسا للديوان زروال رجل طيب لكنه يقضي كثير من وقته آنذاك في الدومين وفي الكارطة يعني ليس أكثر وبالتالي الذي كان يدير البلاد هو أحمد ويح ويديرها بدل عن جنرالة آخرين كانوا في المخابرات وهو الذي حاور شيوخ الجباس المثقات في جنان المثق وأتذكر تلك لأنه في الحقيقة بالنسبة لي أنا شخصيا كانت القطرة التي أفاضت الكأس وقررت أن هذه عصابات بأتم معنى الكلمة كنت يومها أنا كان عندنا لقاء في الجزائر في فندق الجزائر بالذات وكانت اللجنة العليا الجزائرية الليبية المشتركة وأنا كنت في طرابلس وجئت مع السفير إلى الجزائر نحضر ونشارك في اللجنة وطلع علينا يوم ثمانية أو يوم تسعة فيما أذكر جويليا ليقول أن الحوار فشل ولم يكن الحوار فشل كان زروال وآخرين معه يسعون بكل الطرق لإنجاحه لكن هو معه هو هناك كان لإفشاله كان هناك لإفشاله وطبعا نعرف فيما بعد أنهم مضوا فيما يسمى بانتخابات نوفمبر 95 ثم لتبدأ مسيرة الدماء ثم اللي يصبح هو رئيس حكومة عين في نهاية 95 رئيس للحكومة وتقلب في هذا المنصب عدة مرات واشتهرت فترته خاصة 96 منتصف 98 اشتهرت بالمجازر التي ليس لها حدود والتي كانت رعب حقيقي إذن أحيى اختصارا رجل المهمات القادرة الذي قام أيضا واسمح لي هنا فقط أن أوضيف بتحطيم الاقتصاد الجزائري 96-97 فيما يسمي آنذاك بالأياد النظيفة قام بسجن العشرات هناك من يقول المئات من مدرع شركات اللي كانوا يدورون شركة القطاع العام تسريح عشرات الآلاف من العمال اللي كثير منهم ماتوا فيما حكاية الياؤورت هذه مشهورة على لسانه شي موني فقام بتحطيم الاقتصاد ولماذا قام بتحطيم الاقتصاد لأنهم كانوا في نفس الوقت تعرفوا أن كثير من المجازر قامت خاصة تلك التي كانت تقوم حول المدن الكبرى خاصة العاصمة كانت من أجل الأراضي نهب أراضي المتيجة ونهب أراضي المحيطة بالعاصمة اللي الآن تتباع واتبعت بمئات الملايير اللي كثير من الناس تركوها المداشر اللي محيطة بالعاصمة والأماكن اللي محيطة بالعاصمة الآن سيطرت عليها لوبيات رهيبة الآن رههم مليارديرات لا أقول بالدينار وإنما بالدولار لبعض منهم مثل عليه حداد ومثل آخرين مجموعة قائمة طويلة سنعود ربما للحديث له ليكملك عليه إذن كان يقوم بدورين كانت المجازر تهرب الناس من أراضيهم وهناك مجازر قتلك ميش كلها لكن جزء منها قامت من أجل أن يهرب الناس من أراضيهم وكانت تحطيم الشركات الوطنية كل الشركات اللي كانت قائمة كل الشركات اللي كانت تؤدي حطمها بإدخال الناس للسجون ثم بيقال لك إعادة الهيكلة وإعادة تباعوها بالدينار الرمزي شركات اللي كانت تملك مئات الهكتارات من الأراضي عشرات المصانع بيعت بالدينار الرمزي والدولة تدعم من اشتراها بالدنان الرمزي عن طريق البنوك اللي عمرها ولا رجعت لهم الأموال هؤلاء اللي اليوم يسموهم رجال أعمال واللي كثير منهم يدعمون في العهدة الرابعة لبوتفليقة وماهم إلا رجال نهب المال ونهب الأراضي هؤلاء كان ويحيى هو من صنعهم والآن كثير طبعا من يتحدثون على أنه شريك حتى لبعضهم هذا الرجل هو استفزاز حقيقي للجزائريين هو الذي دمر الاقتصاد أو ساهم في تدميره على الأقل في التسعينات ساهم في تدمير الشركات وكانت فترته هي فترة المجازر والدم بكل ما تعنيه الكلمة